توقعت منظمة السياحة الكورية الجنوبية أن تستقبل البلاد أكثر من مليون سائح مسلم خلال عام 2017 وبحسب وسائل إعلام كورية فإن المنظمة تهدف إلى جذب أكثر من مليون سائح مسلم إلى المدن الكورية خلال العام الحالي بعد أن بلغ عدد السياح المسلمين العام المنصرم نحو تسعمائة وثمانين ألفا وبحسب المعطيات فإن 75% من السائحين المسلمين هم من مواطني أندونيسيا وماليزيا وبعض دول جنوب شرق آسيا والبقية من دول الشرق الأوسط ولفتت الصحيفة أن غالبية السائحين المسلمين يتوافدون إلى كوريا الجنوبية بسبب كثرة المراكز السياحية الشتوية المنتشرة في كافة مدن البلاد